تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنما الخلف الطيب منهم من اقتفى أثر السلف هذا هو الطيب منه طيب من اقتفى أثر السلف وسار على نهجهم كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم اتبعوهم في العلم واتبعوهم في العبادة واتبعوهم في الاعتقاد والقول والعمل بإحسان أيضا بإتقان لطريقتهم ما غلوا وتطرفوا ولا جفوا وتساهلوا بل اتبعوهم بإحسان باعتدال واستقامة من غير غلو ومن غير تساهل لأن هناك من يدعي أنه على مذهب السلف لكن يخالفهم يغلو ويزيد يغلو ويزيد ويخرج عن طريقة السلف ومنهم من يدعي أنه على مذهب السلف ويتساهل ويضيع ويكتفي بالانتساب لا لأنه على منهج السلف يعتدل ويستقيم بين الإفراط والتفريط هذه طريقة السلف لا غلو ولا تساهل هذه طريقة السلف ولهذا قال والذين اتبعوهم بإحسان فإذا أردت أن تتبع السلف فلابد أن تعرف طريقتهم أما أنك تتبعهم وأنت ما تعرف طريقتهم فإنك لن تتبعهم إما أن تزيل وإما أن تنقص فلا يمكن تتبع السلف إلا إذا عرفت طريقتهم وأتقنت منهجهم من أجل أن تسير عليه أما مع الجهل فلا يمكن ها يمكن أن تسير على طريقتهم وأنت تجهلها ولا تعرفها أو تنسب إليهم ما لم يقولوه ولم يعتقدوه تقول هذا مذهب السلف كما يحصل من بعض الجهار الآن اللي يسمون أنفسهم سلفيين ثم يخالفون السلف يخالفون السلف ويشتدون ويكفرون ويفسقون ويبدعون السلف ما كانوا يعملون هذا ما كانوا يبدعون ويكفرون ويفسقون إلا بدليل إلا بدليل وبرهان ما هو بالهواء أو بالجهل أنك تخطط خطة وتقول من خالفها فهو مبتدع فهو ظال لا يا أخي ما هو كث وله بهذا منهج السلف منهج السلف العلم والعمل العلم أولا ثم العمل العمل على هدى فإذا أردت أن تكون سلفيًا حقًا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل هذا منهج السلف هذا هو منهج السلف الصحيح نعم أما مجرد الابدعى والانتساب من غير حقيقة هذا يضر ولا ينفع نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر